بسم الله الرحمن الرحيم سلام واشراكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم فيديو روتيني ونحن صايمين لكم عارفين الأيام البيض الثلاث من شعبين تقبل الله منا ومنكم يا رب نبدأ بالفطور بديت بشبح الصفرة درت في هزوش كيسين كوكا ومرحي طيبته درت نصف كيس لشاب ديوغ نصف كيس سكر ربع بيضات كيس خمرت القاطو هذي نبدأ في إناء نبدأ هذي المكونات نبدأ طريقة التحضير درت البيض ربع حبات خلاطتهم نزيد لهم الكوكا زوش كيسين ونصف كيس لشاب ديوغ نصف كيس خبز يابس هنا ازيت لهم شوية حليب لخطر جياتني شوية نشفة هنا يزيدون لها شوية حليب لجي نشفة نكثروش أنا نري مكثرت شوية حليب نزيدت السكر وخمارت القطو وخلطت كلش مع بعض او السكر نبدأ نعمار فيهم في نيمولتا السيليكون وندخلهم يطيبوا هنا للبرقوكا هنا قمت برقوكا فيها كيلة فواكه الجافة هنا كيوي زبيب والانانا كيلة برقوكا كيلة سكر عطقرفة واسمن مقرف دهان مقرف كبير دهان نرى اني فورت البرقوكا ودرت هذي كل الانانا هذي كل الزبيب والكيوي درت لهم المال مغلي هنا يما طابق وخليتهم وبدأت انطيب في البرقوكا هذا الطاجين الحلو درت فيه الادهان خليته يذوب فوق النار درت السمن وزيت له كيلة سكر زوج كيلات تعمى نفس الكيلة اللي كيلتها بهالسكر درت هامى زوج كيلات وهنا ثاني ما تنساوش هنا راني درت ربوع كاس تعمى ما زهر راني نسيت ما قلت لكم مش المقادير ربوع كاس ما زهر وعود قرفة هنا كي طبخوا كما راكم تشوفوا لوحة هذيك الفواكه الجافة خليتهم حتى تتعقد خليها تعقد هاي بعد ما بدأت هنا تعقد لوحة هذيك البرقوكا خليت حتى الخمسة دقائق ولا هذكا وطفيت عليها هنا روحت للشومبينيون درت الليل مع الدنوس مع الباصلة والدهان والليات درت فلفلك حال درت نسكن الجبيد والملح والميت كل وعد أصفر دورك دورك ودرتهم بالكوست تضيف دورك تمخلط طبخوا تضيف تضيف وثاني خلط كل ش مع بعض ونمرق ونخليها بجند نخلي انمرقها نخليها هنا فيون داشي ديرت المعدنوس البصلة الثوم اللي ديرت لها شابيوغ ديرت الملح مسكن جميل في الفلكحل يميت كل ش مع بعض وحبه بيضه خلط كل شعورية ترد الأسر ترد الأسر ترد الأسر ترد الأسر نكملهم قاع الحبات اللي يبقاولي ما تنسوش لي رايشوف الفيديو ما تنسوش ديرو لي جامي اذا اعجبكم الفيديو وديرو لي اشتراك هنا راكم تشوفو هذا كل الفيونداشي راني بده حمرتو شوية برك شوية نحمرو ونديرو في مع الشومبينيون هنا را نحمر فيه باشي ما يتحلش مبوعد باشي يتم بشاد هاني حمرتو ودرتو مع الشومبينيون ننذكر عدين ونخليه طيب هنا را نقسل في هذا كلهم معين اللي كنتنا نصبيهم راكم عارفين يتلمون لهم معين راكم تشوفو هنا الخبز التعجين هنا را ماما هي اللي را تطيف الخبز كما راكم تشوفو وهنا نزيد الثاني البوراك حشوة البوراك نديرها في الديول ونخليه حتى المبعد يقعد قريب اللاذن نقلوه من خليبان همين هالحبة تكملتهم همين هالحبة تكملتهم ناراني درت اتشيشة درت الزيت ندرت الزيت ندير الكسبور مع الثوم الثاني تحنت مع بعض زدت الفل يابس ليت درت فلفل صيفي درت رسل حانوت الملح قطعت لهم خضرة درت هاي قطعت هنا الزرودية الكورجيت والبطاطا نضيفهم بالدجاج نضيفهم بالدجاج نضيفهم بالدجاج نضيفهم هنا يتقلوا قليلا نضيفهم بعد المرق و نضيفهم بعد ما يطبخ الماء نضيف الشيشة تطبخ الماء و نضيفهم الثاني للطماطيش و نضيفهم طيب نضيف المقرب قريب نضيف البوريك بطاطا و نضيف الماء و منكم قطعت بشكل جيد كما رأيكم منظروا هذا الجيد هذا الشباح السفرات الشيشة و شامبينيو و هذا البوريك وصنعنا ثاني شلاذا ونراهم صايمين نقول لهم صحف طوركم ربي يتقبل مننا إن شاء الله مننا ومنكم إن شاء الله يا رب وإن شاء الله يعجبكم الفيديو ديروا لي جام واشتراك وتفعلوا الجرس سلام شكرا